اشتركوا في القناة 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 أي مما يلي يمثل أهمية الخلايا العصبية في الحيوان أول حاجة وسائل الاتصال بين خلايا مختلفة إيه رأيكم طبعا ديت الإجابة الصح يبقى عندي أهمية الخلايا العصبية هتصل بين اللي هي الخلايا المختلفة وبعضها سواء عضلات أو إيه أو غدد رقم به تنقل المغازيات للخلايا المختلفة وميلها يومي المهمة ديت والله الدم مالوش علاقة كده باللي احنا بنكلم فيه تنظم انقصام الخلايا بردك مالغاش علاقة طبعا مسؤولة عنها اللي هي النواة وعند الدي ايه فيه كذا حاجة مسؤولة عن الكلام ده رقم ده المسؤولة عن تبادل الغازات فيه اللي هو الجسم طبعا اللي هو مسؤولة عن الكلام ده مين اللي هي الحيصرات اللي هو ايه اللي هي موجودة فين فيه اللي هي الرئتين وطبعا عملية التبادل الغازات بيتم عن طري مين قرات الدم الحامرة عن طري اللي هو الهيموجلوبين صنف الخلايا التالية إلى أنسجتها المختلفة التي تنتمي إليها أول حاجة عند اللي هي خلايا الدم اقول ضام وعقي رقم اتنين خلايا الحبل الشوكي طبعا ديها تعبارة عن انسجة عصبية رقم تلاتة خلايا ساكل البقدونس طبعا ديها تعبارة عن انسجة نباتية كلانشيمية كلانشيمية رقم اربعة خلايا بشرة الجلد طبعا ديها بسميها اللي هي خلايا طلاقية طلاقي مصفف رقم خمسة خلايا المصريقة طبعا ديها عبارة عن نسيجة ضام عصيل رقم ستة خلايا ضارنة البطاطس طبعا ديها تعبارة عن انسجة بارانشيمية بتستخدم طبعا في في التخزين تعالى نحل مع بعض كده السائلة اللي هو الفصل التالت الدرس التاني موجود معنا صفحة 224 اول سؤال الى اي الانسجة الحيوانية التالية تنتمي الخلايا الموضحة بالشكل المقابل ايه اللي قدامنا ده؟ والله اللي قدامنا زي ما احنا شايفين عبارة عن طبقة واحدة من اللي هي الخلايا بسمى اللي هي الخلايا اللي هي العمادية وطبعا الخلايا العمادية زي ما احنا عارفين موجودة فينا حتى في بطانة اللي هي المعدة والامعاء طيب يطر دي بتنتمي لمين احنا عارفين طبعا اللي هي الخلايا اللي هي العمادية هناو بتتبع اللي هي النسيج الطلاقي المقعبي البسيط فعنده رقم المغ Puis During allベ simple النسيج اللي هو الضم طبعا اكلام ده غلط العصبي غلط العضلي غلط طبعا اخر حاجة عندنا اللي هي رقم دا اللي هي نسيج مين الطلاقي زي ما احنا قلنا وده اسمه ايه ناسيك طلاقي مكعب ايه بسيط الشكلان التاليان يوضحان نوعين مختلفين من الخلايا الحيوانية اول شكل زي ما احنا شايفين الخلايا بتاعتها مكعبة وعبارة انصف واحد من الخلايا فالقدام اللي هو رقم واحد ده بسميه اللي هو مكعبي بسيط وده موجود فين؟ ده هيكون موجود فيه بطانة اللي هي ونيبات الكليتين الحاجة التانية اللي هي رقم اتنين طبعا الخلايا هنا حرشوفية وعبارة انصف واحد من الخلايا فبسميه اللي هو حرشوفي بسيط وده يكون موجود فيه بطانة الشعيرات الدموية واللي هي جودرمين اللي هي الحوصلات الهوائية تعال نشوف كده الاختراض مع بعض فبقول لأي الاختيارات بالجدول التالي صحيح عن مكان تواجد كل منهما رقم ألف عندي جودر ونيبات اللي هي كليتين وبكلمني على مين على الشكل رقم مين؟ رقم واحد زي ما احنا قولنا فعلا موجود فين فيه اللي هي جودر اللي هي ونيبات مين الكليتين؟ فإذا الكلام ده صح رقم اتنين اللي هو الحرشوف البسيط بقول لي فيه بطانة اللي هي الأمعاء الضقيقة هالكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده غلط طب غلط ليه؟ علشان اللي هو موجود في بطانة اللي هو الأمعاء الضقيقة اللي هو مين؟ اللي هو النسيج اللي هو الطلاق العمادي البسيط رقم بيه بطانة الأمعاء الضقيقة طبعا الكلام ده غلط عشان ده مفروض أصلا مين؟ المفروض اللي هو الطلاق العمادي البسيط بطانة اللي هي الحوصلات اللي هي الهوائية طبعا ده كمان غلط علشانه مفروض اصلا اللي هو مين اللي هو الطلاق الحرشوفي البسيط رقم ніb بطانت اللي هي ونائبات اللي هي الكليتين طبعا الكلام ده صح اللي هو رقم واحد يعني والشكل رقم اتنين اللي موجود فين في جدر اللي هي الحوصلات الهوائية بردك صح بالنسبة لنا يا بكده الإجابة رقم مين رقم ніb رقم dal بطانت الأمعاء اللي هي الدقيقة طبعا الكلام ده غلط ليه علشان اللي موجود في بطانة الأمعاء الدقيقة اللي هو النسيج الطلاقي العماد البسيط بطانة الأوردة والله اللي موجود في أمين اللي هو إيه النسيج اللي هو الحرشوفي إيه البسيط فإذاً ده كمان غلب بالنسبة لنا يبس صح إذا ما احنا اتفقنا رقم جيم الشكل البيان المقابل يوضح درجة الصلابة لسلاسة أنسجة حيوانية أي من ميال يمثل العظام والغضريف على الترتيب هندور على الأول حاجة على إيه على العظام العظام زي ما احنا عارفين ما يترصب في أمين اللي هو كالسيم وبالتالي هنا درجة الصلابة بتاعتها هيكون أكبر حاجة أكبر حاجة من رقم كام قدامنا اللي هو رقم 3 يبقى عندي رقم 3 ده عبارة عن مين عبارة عن العظام يبقى لازم يبدأ بإيه برقم 3 اللي بدأ برقم 3 رقم مين جيم ما فيش اللي هي يبقى الباقي كل ده غلط بالنسبة للي جابة رقم مين رقم جيم يبقى عندي 3 ده عبارة عن مين عبارة عن العظام ورقم واحد ده عبارة عن من عبارة عن ايه الغضاريف علشان طبعا زي ما احنا عارفين العظام هي اللي بتحتوي على ايه 60 الا هو اكلسيوم ما النسيج اللي زيونغ الغازي الاكسوجين وثانيكسيد كربون يطرع الضم الاصيل ولا الضم ايكلي ولا الضم الوعي ولا الطلائي المركب طبعا الاجابة الصحة اللي هو مين اللي هو الضم اللي هو الوعي اللي هو بيشمل اللي هو الدم الدم طبعا هو اللي بيقوم بنقل غاز اللي هو الاكسجين واسنوكسيد الكربون لان الدم عندنا بيشمل عند كذا حاجة الدم طبعا اللي هو النسيج اللي هو الضم الوعي بيشمل الدم والنفذة ما احنا عارفين الاول فعندنا الدم اللي احنا بنتكلم عليه الدم ده بيشمل اربع حاجات اول حاجة حاجة اسمها البلازمة البلازمة وعند حاجة اسمها قرات الدم الحمراء قرات الدم الحمراء وعنده كمان قراط الدم البيضاء وعندنا حاجة اسمها الصفاح الدموية اللي يهمنا مين قراط الدم مين الحمراء قراط الدم الحمراء موجود فيها حاجة اسمها الهيموجلوبين حاجة اسمها ايه الهيموجلوبين خدناها بلي كده ده عبارة عن بروتين ايه مرتبط تمام عبارة عن احماض اللي هي امينية مرتبطة بمين بيه اللي هو الحديد الهيموجلوبين ده بيحمل اللي هو الاكسوجين فلما بيتحد معا بسميه لأكسي HEمoglounder بسمي إيه و لما بيتحد معا سانوكسيدا كربون بسميه قاربgan إن شاء الله السنة جاء علينا الكلم ده بالتفصيل عند هنا مسؤولة عن هذا كل من ذلك اللي هو مين اللي هو النسيج الزم اللي هو A اللي هو الدم ما نوع العضلات المسؤولة عن حركة الرأس والأطراف المسؤولة عن حركة الرأس والأطراف يطعر عضلات هيكلية ولا يعني أقدر أتحكم فيها ولا لا طيب أنا أقدر أتحكم فيها طيب حلواوي تعالوا نبصوا كده على الاختيارات فبقول لرقم ألف اللي هي مين اللي هي العضلات اللي هي المخططة اللي هي اللا إرادية طبعا دي موجودة فين موجودة في قدر القلب فإذا ده بالنسبة لنا غلط رقم بي غير المخططة اللي هي الإرادية برضا غلط رقم جيم غير المخططة اللي هي اللا إرادية اللي هي ملساء يعني طيب دي موجودة فين؟ والله ده موجودة فيه اللي هي القناة الهضمية موجودة في المسانة البولية موجودة في الأواعيات الدموية وبالتالي ده بالنسبة لنا ما تنفعش المخطط الأراضية طبعا دي اللي جابه الصح هي بعندي هنا العضلات التي تتحكم فيها حركة اللي هي الرأس والأطراف بسمها عضلات مخططة إيه إراضية ودي بيكون عضلات متصلة بالهيكل مين العظمي زي عضلات الإيدين وعضلات الرجلين وعضلات إيه الجزع الشكل المقابل يوضح التركيب النسيجي لقطاع في القصب الهوائية للأرنب في ضوء ذلك ما نوع النسيجين سين وصود على الترتيب المشار إليهما في القطاع سين وصود تعالوا نبص على سين الأول خدا زي ما احنا شايفين هنا الخلايا هنا بيكون عمادية تمام وهنا مهدبة وهنا بيوط مين اللي هو القصب الهوائية من الداخل يبدأ على طول عبارة نسيج طلائي يبدأ نسيج طلائي لأن الأنسيج الطلائية بتبطن التجويف الداخلية بتاعت الجسم عند الصات زي ما احنا شايفين اللي موجود فيه طبعا ديت بيكون عبارة إيه عبارة غضاريف غضاريف لأن هنا قال لي كمان إيه قال لي قصب إيه قال لي قصب هوائية خلي بقانها فعند هنا الغضاريف عشان تخلي القصب الهوائية مفتوحة إيه باستمرار والغضاريف ديتنا بتدمع مين بتتبع لهو النسيج لهو الضام الهيكالي نسيج ضم هيكالي فعند كده على الترتيب احنا عوزين سين الأول سين احنا ونتابع مين الأنسيجة إيه الطلائية فعنده طلائي صح طلائي صح يبقى كده بيه غلط وده الغلط عند بعد كده اللي هو الغضاريف بتبع مين اللي هو النسيج الضم إيه اللي هيكالي يبقى كده اللي جاب رقم مين ورقم ألف فيه الصح ورقم جيم غلط أي الاختيارات التلائية صحيح بالنسبة للأنسجة التي توجد فيها القصب الهوائية للإنسان طب أول حاجة عندنا كده اللي هو مين اللي هو النسيج اللي هو الضام اللي هو الأصيل هل موجود ولا لايه طبعا موجود طبعا علامة صح دي معناها موجود وغلط دي معناها مش موجود طبعا عندنا اللي هو النسيج اللي هو الضام اللي هو الأصيل طبعا ده يكون موجود عندنا عشان يربط اللي هي الأنسجة ببعضها فلازم علامة صح بالنسبة لنا فإذن ده صح وده صح وده صح بالنسبة لنا كده رقم بيه بالنسبة لنا غلط النسيج الطلاقي هل موجود ولا لايه طبعا لازم يكون موجود طب ليه علشان المهمة الرئاسية بتاعته اللي هي أفراز اللي هي المخاط علشان يحفظ اللي هي التجويف اللي هو بيبطنها من الداخل تكون راطبة ملساء فلازم علامة صح بالنسبة لنا تكون موجودة يبقى رقم جيم كمان بالنسبة لنا غلط ناخد بعد كده اللي هو مين اللي هو النسيج اللي هو الضم الغضروفي هل موجود في القصبة الهوائية ولا لا طبعا لازم يكون موجود علشان يخلي الحلقات اللي هي بتاع القصبة الهوائية لازم يخليها مفتوحة بستمرار فكده رقم ألف بالنسبة لنا غلط يبقى كده الإجابة رقم مين رقم دال عندنا هما التلاتة الصح ازا ما احنا شايفين يبقى لي جاب الصحة رقم دل اي انسجة تلية يودي الاندفاع الدم من القلب الى جميع اجزاء الجسم من القلب الى جميع اجزاء ايه你是 الى جميع اجزاء اللي هو الجسم اول حاجة اللي هو النسيج الطلاقي هل هو علاقة بكلامنا طبعا ملوش اي علاقة رقم بيه؟ النسيج الضام ها منه العلقة؟ برضك لا رقم جيم النسيج العضلي طبعا دي الاجابة الصح طبعا عندي هنا اللي هي موجود فين؟ موجود فيه اللي هي عضلات القلب وعضلات القلب زي ما احنا عارفين عبارة عن عضلات اللي هي اللا ايراضية اي مخططة هي اللي تبدأ تدفع اللي هو الدم الى جميع ايه اجزاء الجسم لان هيحصل حاجة اسمها انقباض لي اللي هي البطينين تمام فعند اللي هو البطين اللي هو الايمن هيدفع الدم الى اللي هي الريتين اما اللي هو البطين الايصر هيدفع الدم الى جميع اجزاء ايه الجسم والكلام ده ان شاء الله السنة الجاي علينا بالتفصيل رقم دل النسيج العصب طبعا مالوش علاقة بي اللي هو الدم أي مما يلي من خصائص العضلة القلبية العضلة القلبية نخلي بهنا نفتكر مع بعض كده إن العضلات القلبية عبارة عضلات لا إيرادية مخططة والخلاية تبعتها بيكون خلاية استوانية طويلة فبولي رقم ألف خلاياها طويلة واستوانية صح والغلط طبعا صح وزال فلي يبازن دي الإجابة رقم بيه غير مخططة لا إيرادية لا ده هي مخططة هي مخططة لأي لا إيرادية كلام ده غلط يبقى كلمة غير مخططة دي بالنسبة لنا هي خلتها غلط مخططة إيرادية ده بيكلمنا دلوقتي على مين العضلات اللي هي الإيرادية يعني أدري تحكم فيها هلأ بقدر تحكم في العضلة القلبية؟ طبعا لا طبعا دي بسمعها عضلات ايه؟ هيكلية خليبنا عديدة الأنوية مغزلية الشكل طبعا الكلام ده غلط علشان دلوقتي بيكلمنا على مين؟ بيكلمنا على اللي هي العضلات ايه؟ اللي هي الملساب اي مما يلي يتكون من طبقة واحدة من خلايا حيوانية متلاصقة مع بعضها البعض يعني هنا مفيش مسافات بينهم يعني المادة الخلالية هكون ايه قليلة تمام؟ معنا كده هيكلمنا على مين على اللي هو نسيج ايه نسيج اللي هو طلائي هندور على نسيج ايه طلائي تعال نبص مع بعض كده فعندنا اول حاجة اللي هو مين اللي هو الدم هل ينفع معي؟ طبعا لا طب ليه؟ علشان الدم اللي هي المادة اللي هي بين خلوية بيكون سائلة وطبعا ده بيكون نسيج ايه نسيج اللي هو ضام نسيج ايه ضام ما ينفعش معنا رقم بيه؟ اللينف اللينف نفس القصة عندنا المادة اللي هي بين خلوية بيكون سائلة تمام؟ وطبعا ده عبارة نسيج ايه عبارة نسيج ضام رقم جيم جدر الحويصرات الهوية طبعا ده اللي جابة صح اللي هي جدر الحويصرات الهوية زي ما احنا عارفين ده بيكون عبارة نسيج اللي هو طلائي حشوف ايه مصيد رقم دل قدمة اللي هي الجلد طبعا الكلام ده غلط علشان ده نسيج ضم ايه عصيل ويه المادة الخلوية بتاعته هنا بيكون على درجة ايه بين الصلابة ودرجة كبيرة منين من اللي هو المرونة تمام وطبعا ده عبارة عن نسيج ايه نسيج ضم واحنا قلنا بندور عن نسيج ايه بندور عن نسيج اللي هو طلاقي اللي هي اللي جاب رقم مين رقم جيب اي نوع من العضلات يمثله الشكل المقابل نبص على شكل الاول كده زي ما احنا شايفين اللي قدامنا ده عبارة عن اللي هي عضلات لا ايرادية غير مخططة ودي بتمثل مين اللي هي العضلات الملساء وطبعا دي بيكون موجودة فين دي بيكون موجودة فيه اللي هي خلايا طبعا شكلها مغزل الشكل وبيكون موجودة فيه جدر مين القناة الهضمية والمسانة ايه البولية وكمان اللي هي الاوعية الدموية فبقول لي هنا الشكل اللي قدام ده يا ترى العضلات دي شكلها ايه هل اول حاجة مخططة لا ايرادية طبعا الكلام ده غلط لان ده بيكون موجود فين فيه اللي هي العضلات القلبية رقم بيه مخططة ايرادية طبعا الكلام ده غلط عشان دي بيكون موجودة فيه العضلات اللي هي لا هي كلية اللي هي بتتصل بالايدي والجزع واللي هي الرجلين رقم جيم عضلات غير مخططة لا إرادية طبعاً الكلام ده صح عشان دي يتمثل مينة اللي هي العضلات مينة اللي هي الملساء اللي هي قدامنا رقم دل عضلات غير مخططة إرادية برضا غلط يبس صح كده رقم جيم أي مما يلي لا يميز خلايا العضلات الهيكلية لا يميز خلي بالنا رقم ألف تخزين الجليكوجين طب هل بيتم تخزين الجليكوجين في العضلات الهيكلية؟ أي وبيتم طب ليه؟ علشان الكوليكوز اللي هو زاد عن حاجة الجسم بيخزن في الكبد واق العضلات على ايه على ايه الجاليكوجين فإذا ده صح بالنسبة لنا احنا مندور على الحاجة غلط خلي بالنا رقم بيه يقصر بها الميتوكنديريا ها صح ولا لا طبعا صح طب صح ليه علشان العضلات دايما عاوزة بتقوم بمجود ايه كبير فدايما محتاج الاتبين وطبعا هتحصل عليها منين من اللي هو الميتوكنديريا رقم جيم استوانية الشكل طبعا الكلام ده صح بردك الخلق دي بيكون استوانية الشكل وبيكون مخططة وبيكون اللي هي ايرادية رقم دال تحتوي على اقراص بينية طبعا ديه الوحيدة اللي هي ايه لا تنطبق على مين على العضلات اللي هي لاكالية علشان الاقراص البينية دي بيكون موجودة فين موجودة فيه اللي هي العضلات القلبية اللي هي بتخلي القلب ينبط بصورة ايه متازنة كوحدة وظيفية ايه واحدة يبقى ده الوحيدة اللي احنا ايه مندور عليها ايه الانسجة التالية توجد فيه جدر الاوردة جدر الاوردة تعال نبصوا مع بعض كده رقم الف انسجة طلاقية عمادية طب دي موجودة فيين دي موجودة في بطانة اللي هي المعدة والامعاء بتنفحش معانا رقم بيه انسجة عضلية ملساء ايه رأيكم طبعا دي الاجابة الصح علشان الانسجة العضلية ملساء بيكون عبارة عن الياف لا ايرادية غير مخططة وموجودة فينا حتى في الجدر بتاع مين اللي هي ايه الاوردة رقم جيم انسجة عضلية هيكلية طبعا دي بيكون ايرادية مخططة ودي بيكون موجودة في عضلات الايدين والرجلين والجزع رقم ديل انسجة عضلية قلبية من اسمها كده يعني موجودة فين في القلب ايه فقط ايه الانسجة التالية تساعد في حركة الطرفين العلويين طرفين علويين طالما طرفين علويين معنى كده هيكون عضلات ايرادية مخططة يعني عضلات هيكلية تعال نبص على الاختيارات أنسجة تلاقي حرشوفية بسيطة طيب دي موجودة فين دي بتبطن الشعيرات تمام اللي هي الدموية وجدر الحوصلات الهوائية في إذن دي ملاش علاقة أنسجة عضلية ملسأ دي موجودة فيه اللي هي القناة الهضمية والمسان البولية والأوعية الدموية أنسجة عضلية هيكلية طبعا دي الإجابة الصح علشان طبعا دي تنواه بيكون متصلة بيه اللي هو الهيكل العظمي زي عضلات الإيدين عضلات الإجلين عضلات الجزع فده صح بالنسبة لنا أنسجة عضلية قلبية طبعا دي موجودة فيه القلب فقط أي مما يلي يحتوي على أكبر كمية من الميتوكونديريا أكبر كمية من الميتوكونديريا معنا كده هيطلع لكمية كبيرة منين من الـ ATB ATB احنا عرفنا قبل كده أن الميتوكونديريا هي المصانع الرئيسية لينتاج مين لينتاج الطاقة والATB يعتبر مين عملة الطاقة طب العملة دي أو الطاقة دي هلاقيها كتير فين؟ هل هلاقيها في أوعية الخشب في النبات؟ الخشب مهمته إيه؟ ده الخشب مهمته بينقل اللي هو المية والأملاح من اللي هو الجزر إلى الساكل الأوراء طب هل محتاج طاقة؟ لا مش محتاج طاقة فده بالنسبة لنا غلط خلية العضلات في الحيوان أيوة العضلات محتاجة طاقة بس العبارة أصبحت غلط رقم بيه؟ خلية بكترية وخلية بشرة نباتية والي دي محتاجة طاقة والي دي محتاجة طاقة خلية بيضة مخصبة وخلية دم حمراء بالغة هما الاتنين مش محتاجين طاقة رقم ديل خلية العضلات في الحيوان اونا أيوة محتاجة طاقة علشان العضلات دي بيكون لها قدر عن الانقباط والانبساط وفي حالة الانقباط محتاج A rép وفي حالة الانبساط محتاج A Twit والكلام ده إن شاء الله علينا في سنة ثالثة ان شاء الله بالتفصيل والخلايا المرافقة في النبات ما احنا عرفنا قبل كده الخلايا المرافقة ديت خلايا حية بيقصر بها الريبوسومات وبيقصر بها مين الميتوكونديريا اللي هي تمد اللي هي الأنابيب الغربة اللي هي بايه بالطاقة فإذا دي كمان فيها طاقة فإذا كده الإجابة الصحية رقم مين ورقم دال الشكل المقابل يمثل الحويصالة هواية فيها الرئة يبلغ نامدية عبارة ايه عبارة حويصالة هواية في الرئة اي مما يلي يمثل شكل الخلية في التركيب رقم واحد رقم واحد اللي هي الحويصالات اللي هوية الجدر بتاعتها يا طرق ايه رقم الف ولا بيه ولا جيم ولا دال الف عندي اللي هي الشكل زي ما احنا شايفين بيكون عبارة نصف واحد من الخلايا والخلايا دي بيكون مفلطحة وطبعا دي الإجابة الصحة طبعا هنا بيكون هنا الخلايا رقيقة هنا عشان تسمح ايه بعمليه التبادل ايه تبادل اللي هو الغازات رقم بيه طبعا ده بيمثل مين بيمثل اللي هو النسيج اللي هو الطلاقي المكعابي اللي هو البسيط وده طبعا موجود فيه اللي هي ونيبات اللي هي كليتين طبعا ده اللي هو بيمثل اللي هي بيكون طبقة واحدة من الخلايا العمادية وده موجود فيه بطانة اللي هي المعدة والامعاء ده يمثل مين اللي هو النسيج اللي هو الطلاقي المركب اللي هو عد الطباط في بعضها وده طبعا موجود فيه في بشرة ايه في بشرة الجلد أي أجهزة الجسم التالية يوجد فيه النسيج الموضح بالشكل المقابل إيه اللي قدامنا دا؟ زي ما احنا شايفين الخلايا هنا الخلايا عمادية طويلة زي ما احنا شايفين فاللوا قدامي دا عبارة نسيج طلائي عمادي بسيط مكوم من صف واحد منين من الخلايا الطبقة واحدة من الخلايا العمادية فقول لي يا طرى موجود فيين؟ أول حاجة الجهاز التنفسي طبعا الكلام ده غلط طب ليه؟ علشان اللي موجود فيه اللي هو جهاز التنفس اللي هو مين اللي هو النسيج الطلاقي الحرشوفي البسيط الجهاز البولي برضا غلط طب ليه علشان اللي موجود في الجهاز البولي اللي هو مين اللي هو النسيج الطلاقي المكعبي البسيط الجهاز الهضمي طبعا ده اللي جاب الصحة عندنا عندنا طبعا اللي هو الخلاق اللي هي العمادية ديت اللي هو موجودة فين فيه اللي هي جدر مين اللي هي المعدة والعمعاء الجهاز الدوري برضه غلط أيشان اللي هو موجود فيه اللي هو النسيج الطلائل الحرشوفي البسيط واللي هو النسيج الضم المعي أي أجهزة الجسم التالية يوجد فيها النسيج الموضح بالشكل المقابل أجد بص على الشكل كده اللي قدامنا طبعا اللي قدامنا это yapara النسيج طلائل حرشوفي بسيط وده موجود فين بيكون موجود فيه اللي هي بطانة اللي هي الشعارات الدموية موجود فيه جدر مين اللي هي حوصلات الهوائية الجهاز التنفسه طبعا اليه جاب 45 زي ما احنا الاستئلين احنا الاستئلين والله jeweما موجد في جدر الحويصلات اللاهوائية اللهام موجودها في الري Russian الجهاز العضلي والله الجهاز العضلي التنيار ما هي موجود فيه مين الى الضلات تمام سواء على حسب نوع العضلات الاعطالة عندما نتكلم عليها طبعا لو اجهاز عضلي بدكلم اى العضلات اى الى هيكلية اى ملساء اى عضلات قلبية الجهاز الهضمي طبعا اللي موجود فيه اللي هو النسيج اللي هو العماده مين البسيط الجهاز العصبي طبعا موجود فيه مين اللي هو النسيج العصبي اللي هو ايه تمثله مين اللي هي الخلايا ايه العصبية ايه النسيج الحيوانية التالية مسؤول عن حركة المواد الغذائية خلال القناة الهضمية للانسان اول حاجة عند اللي هو النسيج الاولاني ده عبارة ايه عبارة عن نسيج حرشوفي بسيط يبا رقم الف ده عبارة عن نسيج ايه حرشوفي ايه حرشوفي بسيط طيب هل ده المسؤول عن اللي هو حركة اللي هي المواد الغذائية خلال القناة الهضمية طبعا لا عشان ده أصلا موجود فين والله ده موجود فيه اللي هي بطانة اللي هي الشعارات الدموية وجدر مين الحويصرات الهوائية في الريتين يعني ده ملوش علاقة رقم بين اللي قدامنا ده عبارة هي عبارة عن عضلات اللي هي اللي هي إرادية غير مخططة طب ده ما كان فين والله ده موجودة فيه جدر القناة الهضمية القناة مين الهضمية اللي هو بيكلمنا عليها ومجود كمان فيه المسانة البولية ومجود كمان فيه الأوعية الدموية وده عبارة عضلات ملساء يعني تتحكم فيه حركة مين المواد الغذائية فيزن دي الإجابة الصحة رقم جيم اللي قدامنا ديت عبارة عضلات إرادية مخططة وده طبعا بتمثل مين العضلات الهيكلية وده بيكون متصلة بالهيكل العظمي زي عضلات الإيدين وعضلات الرجلين وعضلات الجزع يعني ملاش علاقة رقم دال طبعا دي بتمثل مين اللي هي العضلات مين اللي هي القلبية تمام وطبعا دي بيكون عبارة عضلات اللي هي لا إرادية مخططة تحتوي على أقراص بينية علشان تخلي القلب يموت بيه كصورة متزنة واحدة يبس صح بالنسبة لنا رقم بين ما نوع الخلايا الطلقية التي يتم خلالها امتصاص الكولوكوز في الأمعاء الضقيقة امتصاص مين الكولوكوز في الأمعاء الضقيقة أول حاجة عندنا المكعبة البسيطة طب دي مكانها فين دي موجودة في بطانة اللي هي أنايبات مين كليتين يعني ملاش علاقة احنا ما ندور على حاجة موجودة فين في الأمعاء الضقيقة تخلي بنا رقم بين العمادية البسيطة طب دي مكانها فين والله دي مكانها بطانة المعدة والأمعاء اللي هو بيتكلمني عليها فإذا دي اللي جاب الصح رقم جيم الحرشوفية البسيطة طب دي مكانها فين دي موجودة في بطانة الشعيرات الدموية وجدر الحوصرات الهوائية في الرئتين ملاش علاقة الحرشفية المصففة طبعا دي موجودة فين في بشرة الجلد يعني ملاش علاقة بس صح رقم به الحلقات الغضروفية المكونة للقصب الهوائية تتكون من نسيج يخلو من الكلسم مفوش كلسم ما هو وظيفة هذا النسيج دعامة ولا إحساس ولا هضم ولا نقل طبعا وظيفته إيه الدعامة إيه الدعامة إيه هيخلي القصب الهوائية مفتوحة إيه باستمرار طبعا عشان بيمر من خلالها مين اللي هو الهواء سواء هواء الزفير أو هواء الشهيق يعاني طفل رضيع من نقص حد فيه عنصر الكالسيوم أي مما يلي يتأثر سوف أي مما يأتي سيتأثر بشكل أكبر يطر أول حاجة يطر أول حاجة عندي اللي هو طول الجسم ولا لون البشرة ولا طول الشعر ولا لون العيون طبعا لا يتأثر مين اللي هو طول الجسم طب ليه إحنا عندنا اللي هو النسيج الضام اللي هيكلي المادة اللي هي موجودة المادة اللي هي موجودة فيه بيكون صلبة عشان بيترصى فيه مين اللي هو عنصر ايه عنصر الكلسم في حالة مين في حالة العظام وطبعا هنا بيكلمنا على ايه على طفل رضيع يعني هنا الكلسم بيخش فيه في تركيب مين تركيب العظام وطبعا الكلام ده يأثر على مين على اللي هو طول ايه طول اللي هو الجسم الشكل المقابل يمثل المعدة في الانسان ماذا يمثل النسيج رقم واحد ونسيج رقم اتنين اول حاجة عند اللي هو نسيج رقم واحد طبعا ده بطانة المعدة من الداخل واحنا عارفين بطانة المعدة من الداخل هيكون فيها ايه هيكون فيها اللي هو طبعا ده نسيج رقم واحد هيكون فيها طبعا عنده اللي هو نسيج مين اللي هو العمادي البسيط النسيج العمادي ايه البسيط تعالوا نبص مع بعض كده فهنا بقول لي هنا رقم الف طلاقي عمادي بسيط صح ولا لا طبعا صح علشان ده موجود فين في بطانة اللي هي المعدة ولا معاه يبقى أي حاجة طلاق عمادة بسيط صحي من نسبانا طلاق حرشوف طبعا ده غلط يبقى ناخد حاجة حاجة كده مع بعض يبقى عندي رقم ألف هنا اللي هو طلاق عمادة ايه بسيط هنا رقم به اللي هي عضلات ملساء طبعا العضلات بيكون في اللي هو الجزء الثاني اللي هو رقم اثنين إنما من البطانة من الداخل بيكون عبارة ايه اللي هي الانسجة مين الطلاقية هندور على النسجة ايه الطلاقي موجود فين في بطانة اللي هي الشعارات الدموية وجدر مين اللي هي الحواصلات ايه الهوائية موجودة في الرياتين في ازا ده بالنسبة لنا كده غلط يبقى كده اللي جابة على طول هكون رقم مين رقم ألف تعالين بص على رقم اثنين كده رقم اثنين هنا بيقول لي ده عبارة ايه عبارة عضلات ملساء طبعا الكلام ده صح علشان عضلات المعدة الانسان ما قدرش يتحكم فيها لان ده عضلات لا ايرادية غير مخططة عضلات لا ايرادية غير مخططة انما طبعا عندنا اللي هي العضلات ملساء طبعا دي موجودة فين في اللي هي الجدر من اللي هي القناة الهضمية والمسانة ايه البولية والاواية ايه الدموية يبقى الصح كده رقم ألف الاشكال التالية تمثل بعد الانساجة الحيوانية ادرسة ثم اجب رقم ألف ده زي ما احنا شايفين كده ده عبارة عن صف واحد من الخلايا وده عبارة عن اللي هو النسيج الحرشوفي البسيط وده بيكون موجود في بطانة الشعيرات الدموية وقدر الحوصلات الهوائية رقم اثنين طبعا دي عبارة عن عضلات ملساء وده بيكون موجودة في اللي هي القناة الهضمية والمسانة البولية والاواية ايه الدموية رقم ثلاثة ده عبارة عن عضلات هيكلية وده موجودة في عضلات اللي هي الادين والرجلين والجزع رقم اربعة ده عبارة عن عضلات اللي هي القلبية القلب فقط فهنا بقول رقم واحد ما النسيج الذي يبطن الأوعية الدموية خلي بالنا من كلمة يبطن دي يعني من الداخل طيب يبطن هنختار مين هنختار اللي هو رقم واحد اللي هو مين اللي هو النسيج الحرشوفي البسيط طب ليه علشان النسيج الحرشوفي البسيط موجود في بطانة الشعيرات الدموية بطانة مين الشعيرات ايه الدموية وطبعا اللي هي من ضمنها مين اللي هي الأوعية ايه الدموية اللي هو بيأتكلمنا عليها. تمام؟ طيب. هل ينفع اختار اللي هي العضرات اللي هي الملسئة مع العلم ان هي موجودة في الاوعايد الدموية اللي ماينفعش اختارها؟ طب ليه؟ علشان هنا بيقل ليעيه يبطن. يعني موجود فين في البطانة وليس موجود فين في اللي هو القضار نفسه. ماينفعش اختار رقم اتنين. خلي بالنا. رقم اتنين. اي مما يلي يمثل النسيق الذي يوجد فيه جضر اهو قال لي �هو جضر هنا بقى اهو خلي بنا جدر الاوعيات دموية في الحال دي هنختار مين هنختار رقم اتنين اللي هو مين اللي احنا قلنا على اسم ايه عضلات ايه عضلات ملساء علشان دي تنواب يكون موجودة في القناة الهضمية وموجودة في المسانة البولية وموجودة فين بقى في جدر الاوعيات دموية وطبعا كلمة اوعيات دموية بتشمل ثلاث حاجات خلي بنا بتشمل شرايين واوردة وشعيرات دموية ما النسيج المسؤول عن حركة منطقة الظهر حركة منطقة الظهر معنا كده هقدر اتحكم فيه يعني ادور على العضلات مين هيكلية اللي هي قد رقم كم قد رقم ثلاثة فطبعا اللي جابه يكون مين رقم جيم اللي هي رقم مين رقم ثلاثة عشان دي بيتمثل مين عضلات هيكلية والعضلات الهيكلية بيكون موجودة في اللي هي متصلة بالهيكل بتاعنا زي عضلات الايدين او عضلات الرجلين او عضلات ايه الجزع اي مما يلي يمثل النسيج المسؤول عن حركة الدم اثناء مروره فين في الاوعية ايه في الاوعية اللي هو الدموية حركة الدم اثناء مروره فين في الاوعية ايه الدموية هيكون مين يا ترى طبعا هيكون اللي هي العضلات اللي هي الملساء اللي هي كترقم كام كترقم اتنين خلي بنا رقم مين رقم اتنين العضلات الملساء اللي احنا فاكرين موجودة فين في القناة الهضمية موجودة في المسانة البولية موجودة كمان فين في الاوعية ايه الدموية وان الاوعية الدموية من ننساش دي عبارة عن شريان او وريد او ايه او شعيرات دموية وطبع الانسان مش هيقدر اتحكم في حركة الدم تمام فعشان كده بنختار مين اللي هي العضلات ايه الملساء ما النسيج الذي يحتوي على تركيب تج على العضو الموجود به يعمل كوحدة وظيفية واحدة طبعا مين رقم اربعة لو كمين اللي هي العضلات القلبية علشان كان بيحتوع على مين بيحتوع على الاقراص ايه البينية اللي بتجعل القلب يعمل كوحدة ايه وظيفية ايه موتزنة ايه واحدة الشكل المقابل يمثل القطاع في قلب الانسان ادرس وصم اجب مما مما يتكون الجزء رقم واحد رقم واحد اللي هو برد عبارة ايه طبعا رقم واحد عبارة ايه عبارة عضلات عضلات لا ايرادية مخططة الرقم اتنين هنا مش هقولي على مين مش هقولي هنا على وريد اجوف سوفلي والكلام ده ان شاء الله اصلا جاء علينا بالتفصيل فبقولي هنا مما يتكون الجزء رقم واحد رقم واحد زي ما احنا قلنا عبارة عن ايه هل نسيق ضم طبعا لا عضلات غير مخططة لا ايرادية غير مخططة احنا هي عبارة عبارة ايه مخططة هنا بقولي غير مخططة طبعا الكلام ده غلط عضلات مخططة لا ايرادية طبعا دي الاجابة الصح عضلات مالساة طبعا غلط مما يتكون السائل رقم اتنين السائل اللي هو جوه الوريد يعني بيكلمنا على مين بيكلمنا على الدم بيكلمنا على ايه على اللي هو ايه الدم يطرق السائل ده عبارة ايه نسيق ضم ايه نسيق طبعا ايه نسيق ضم يبقى الاجابة رقم مين رقم الف الدم واللم فعبارة عن نسيق ايه ضم المادة بين خلوية بيكون ايه سائلة ما مدى صحة العباراتين التالياتين تتشابه جميع الخلال الحيوانية في الشكل هل كل الخلال حيونية شكل بعضها هل حتى العضلات اللي احنا اخدناها شكل بعضها هل العضلات الملسائية شكل العضلات الهيكلية شكل العضلات القلبية طبعا الكلام ده غلط ولكنها تختلف تختلف فيما بينها في الوظيفة صح ولا لا طبعا صح طب صح ليه احنا عندنا العضلات الملسائية كانت لها وظيفة معينة كانت موجودة في قناة هضمية موجودة في مسانة موجودة في قواعدة موية الانسان ما يقدرش يتحكم فيها عندنا عضلات هيكلية كان الإنسان يقدر يتحكم فيها كانت موجودة في عضلات الإيدين أو الرجلين أو الجزع يبقى هنا كل واحدة لها وظيفة معينة أنسجة طلاقية لها وظيفة معينة أنسجة هيكلية لها وظيفة معينة على حسب نوع النسيج نفسه اللي احنا بنتكلم عليه فإذا كده العبارة لو أنها غلط والتانية صح يعني اللي جاء برقم مين رقم ديل أي مما يلي قد يكون سبب عدم قدرة الإنسان على التذكر مع التقدم فيه اللي هو العمر فبقل رقم ألف عدم وصول الغذاء إلى خلايا المخ طبعا هلأ هو الغذاء ما وصلش إلى خلايا المخ الإنسان يموت تمام؟ وبالتالي كلم ده غلط نقص الاكسوجين الواصل لخلايا المخ نفس الكلام هيؤدي الموت الإنسان عدم تجدد عدم تجدد الخلايا العصبية عندما هو طبعا دي الإجابة الصح يبقى الخلايا العصبية اللي ما بتموت ما بتتجددش ليه؟ عشان احنا عارفين الخلايا العصبية ما عندهش مين ما عندهش جسم إيه مركزي يعني ليس لها القدرة على إيه؟ على التجدد والإنسان طبعا كل ما يتقدم في العمر كل ما الخلايا ديته انه هو بتبدأ تتلف أو تموت وهنا ما فيش البديل بتاعها نقص كمية الدم المرة فيه الأوعية الدموية بالمخ طبعا الكلام ده ملوش علاقة تمام؟ يبس صحي بالنسبة لنا رقم مين؟ رقم جيم تعال نحل مع بعض كده أسئلة اللي هي أمام جديدة من الأسئلة موجودة معانا صفحة مئتين واحد تلاتين هنا عاوز إجابتين تصحي خلي بنا الجذول المقابل يوضح إثنين من الأنساجة الحيوانية سين وصاد يبقى عندي سين وصاد ما أماكن وجود نسيج سين تمام؟ والنسيج صاد على الترتيب هنبدأ بسين كده سين هنا يقول لي إيه؟ الغلايا地 بدأت هذه أية طاويلة الانقسم الخلايا وهناي؟ لا تنقسم طبع مين الخلايا التي لاتنقسم والله الخلايا التي تنقسم له مين الخلايا العصبية؟؟! الخلايا العصبية علشان ما عنداش مين؟ جسم مركزي تمام؟ طيب هاو الخلاء او النسيج اللي هو صاد يقول لي شكل خلايا طاويلة وتنقسم انقسم. طيب معنى كده بيكلمني على مين? بيكلمني على اللي هي موجودة فيه اللي هي العضلات اللي هي الهيكلية العضلات الهيكلية. وبيكلمني كمين على مين? على العضلات القلبية. علشان ما يكون شكل خلايا ايه اللي هو طويلة. فبقول لي هنا يا طرى موجودة فيه المخ. طب المخ صح ولا هلا طبعا صح? عشان فيه خلايا ايه? خلايا عصبية احنا عوزين تخلي بالنا? وعدين ايه صاد على الترتيب. فانا عند اللي هي الخلايا العصبية موجودة في المخ. وعند اللي هي الخلايا اللي هي العضلية ديتنا هم موجودة فين? في عضلات اليدين عشان دي عبارة عن عضلات ايه? اللي هي الهيكلية. ده صح بالنسبة لنا رقم الف. رقم بيه? جدر القناة الهضمية. ها? هل فيها بتحتوي على خلايا عصبية? طبعا لا. رقم جيم الحبل الشوكي. ها يمشي معنا طبعا صح عشان في ايه? في خلايا عصبية. طب عضلات الطرفين السفليين مدية عبارة ايه? هيكلية. يعني الخلايا فيها شكلة ايه طويلة في زن ده كمان صح. يبقى كده اللي جابة رقم جيم. رقم ديل. عضلة القلب. هل فيها خلايا عصبية? طبعا لا. يبقى كده بالنسبة لنا غلط. رقم ايه? عضلات الطرفين السفليين. هل فيها خلايا عصبية. طبعا لا. هنا طبعا بدى الاجابة عكسهم يعني وبالتالي غلط. يبقى كده الاجابة رقم الف ورقم جيم. اي الانسجة التالية اللي هي تساعد المريء في قيامه ووظيفته. اول حاجة عندنا اللي هي الانسجة الضامة الاصيلة. طب احنا عارفين الانسجة اللي هي الضامة الاصيلة بتربط اللي هي انسجة وعضاء الجسم المختلفة ما مع بعضها. وبالتالي ديات لا اهمية. احنا عوزين حاجة ايه اللي هي وساعة تخلي بالنا. رقم بيه? الطلاقية. طب ما احنا عارفين المريء من الداخل بيبطن بايه? بيه اللي هي الانسجة ايه? الطلاقية. تمام? لانها بتبطن من التجويف من اين? من الداخل. فيزن دي كمان موجودة معنا. رقم جيم. العضلات اللي هي المخططة. عضلات مخططة معنا كده هيكون عبارة عضلات ايه? هيكلية. يعني الانسان هيقدر يتحكم فيها. طب هل اللي هو المريء هقدر اتحكم فيها? طبعا لا. فيزن دي كده اول اجابة عندنا. رقم دال. العضلات الملساء. طب العضلات الملساء بيكون عبارة عن الياف عضلية اللا ايراضية غير مخططة. يعني انسان مادرش يتحكم فيها. وبيكون موجودة فين في لدار القناة الهضمية اللي هي من ضناها مين? المريء. فيزن دي كمان صح. النسيج الغضروفي. طب النسيج الغضروفي هيكون موجود فين? هيكون موجود بين اللي هي العظم وبعضها. علشان يمنع الاحتكاج زي اللي هي موجودة فين? في المفاصل? او بين فقرات مين العمود ايه? الفقر فيزن دي الاجابة التانية عندنا. يبقى كده الاجابة اللي هي رقم جيم ورقم هيه. هما الاتنين دونه هنا لا يساعد على ايه المريء على قيامه ايه بالوظيفة بتاعته. اختر من القائمة ما يناسب الفراغات. الشكل المقابل يوضح الجهاز الهضمي في الانسان ادرسه ثم اجب نوع النسيج الموجود فيه جدار التركيب رقم واحد. نبص كده طبعا رقم واحد ده عبارة عن ايه? عبارة عن اللي هو المريء. يبقى واحد ده عبارة عن اللي هو المريء. ورقم اتنين هنا مشارع على مين? ورقم اتنين ده عبارة عن مين? عبارة عن الامعاء الدقيقة. فبقول لي هنا نوع النسيج الموجود فيه جدار التركيب رقم واحد. الموجود فين? في الجدار خلي بنا. تمام? جدار يعني ادور على العضلات. طب هل العضلات اللي هي موجودة في المريء هل هيكون عضلات ملساء ولا عضلات هيكلية طبعا عضلات مين ملساء الانسان ما يدرش يتحكم فيها فهنا رقم واحد اقول له عضلات ملساء رقم اتنين نوع النسيج الموجود في بطانة نركز في الكلام بطانة التركيب رقم اتنين بيبطن التجاوف الداخلية بتاعت مين الامعاء الدقيقة يعني هندور على نسيجة طلاقية طب هل المكعب البسيط ولا الحرشوف المراكب ولا العماد البسيط طبعا نختار مين اللي هو ايه العماد ايه المسيط اللي هو موجود فين فيه اللي هو الامعاء الدقيقة واللي هي ايه المعدة يبا نختار اللي هو طلاقي عمادي بسيط يارب وكن فيهننا ما تنسناش من صالح دعوكم كان معكم مسترطة رويلة اللي كان ان شاء الله في فيديو قادمة وبالتوفيق لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة